جماعة أحد أكبر حيتان البيتكوين على وشك بأنه يشتري بيتكوين بقيمة 600 مليون دولار هنا أخرى قريب جدا فاليوم جماعة راح أتكلم عن إيش اللي أشبه عنه راح يحصل في البيتكوين قادما وكل شيء لازم تنتبه له هل راح نستمر بالهبوط للأسفل أو هل راح نحصل على شوية راحة هنا ربما عند هذا الخط البرتقالي وبعدها نستمر للأعلى اليوم جماعة راح أتكلم عن كل شيء لازم تعرفوه إذا أنتم مستثمرين بأي شكل من الأشكال في فضاء الكريبتو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الأمنات الرقمية كل يوم معلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت هجدد على هذه القناة اضغط لنزر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب خلنا نتكلم هنا عن هذا بعد أن حصلنا على هذا الهبوط الكبير إلى 65500 دولار حصلنا هنا في الواقع على ارتداد وارتفاع محترم اللي تقدروا تشوفوه وهو أنه نحن كنا نحاول نكسر فوق هذا الخط البرتقالي عدة مرات أمس للأعلى مرة مرتين ثلاث مرات وبعدها حصلنا هنا على كسر الأعلى ووصلنا إلى خط المقاومة اللي بعده خط البرتقالي حصلنا هنا على المقاومة من عند هذه النقطة حصلنا على ارتداد والآن نحصل على دعم هنا من عند هذا الخط البرتقالي مرة أخرى عند 68400 دولار واللي كان أول شيء يعني كان مستوى الدعم هنا لعدة مرات طبعا في أثناء الهبوط ولكن بعدها تحول إلى مستوى مقاومة في أثناء الصعود والآن تحول إلى مستوى دعم مرة أخرى فيعني السوق لسا قاعد يحترم كل هذه المستويات بشكل جيد وهذا يجعل تداول بسيط جدا فهذا شيء رائع جدا طيب خلونا جماعة هنا نتحمل المسؤولية لأنه أنا قلت أمس قلت في الواقع بأنه أعتقد أنه في خلال فتح أسواق لسواق بيتكوين ETF فراح تشوفوا البيتكوين فوق مستوى 70 ألف دولار مرة أخرى وسبب لهذا الشيء وهو لأنه كان في فرصة أربتراج لأنه كان ممكن الواحد يدخل بأربتراج في سعر البيتكوين للأعلى يعني يبيع سعر الاتف للأسفل فعشان كذا أنا قلت وكنت أعتقد بأنه إحنا راح نوصل إلى 70 ألف دولار بعد 6 أو 7 ساعات من نشر الفيديو وتقنيا أنا كنت محق لأنه هنقدر نشوف هنا أعملت الفيديو في هذه النقطة كنا عند 67 ألف دولار كانت إحدى هذه الشمعات هذه الشمعة أو هذه الشمعات حاول تكسر الخط البرتقالي وبعدها بعد 8 ساعات حصلنا هنا على ارتفاع إلى مستوى 70 ألف وستمائة دولار لما فتح السوق وحصلنا هنا على هذا الأربتراج للأعلى فالنظرية كانت لسه صحيحة بالفعل كل شيء حصل زي ما كنت متوقع هنا ولكن الشيء الوحيد هو أنه حصلنا هنا على هذه المقاومة عند مستوى 70 ألف دولار وبعدها حصلنا هنا على شوية هبوط طيب فلسا أعتقد الجماعة بأنه كل شيء شكله جيد للبيتكوين ما راح أنكر رأيه أنه الشكل سيبدو جيد نعم بالفعل هنا كسرنا هذا الترند اللي هو الحصول على قيعان مرتفعة وعلى الفريم اليومي تقدروا تشوف هنا بأنه حاليا في عندنا قاع متساوي هذا من أقفال الشمعات ولكن من ناحية الذيل فبتأكيد الآن عندنا هبوط أو قاع أسفل من القاع السابق ولكن بنفس الوقت كان في عندنا هذا الهبوط اللي حصلنا فيها على دعم من عند هذا الخط البني عند 63500 دولار فيعني ما راح أحط اهتمام كثير في هذا الشيء لأنه أتساسيات البيتكوين الآن بوليش جدا ففي رأيه لسا أعتقد بأنه راح نوصل إلى مستويات أعلى ولكن شيء جيد بأنه نحن نشوف البيتكوين هنا يحترم مستوية الدعم والمقاومة تبعي طب جمعا خلونا الآن هنا نتكلم عن الأسواق التقليدية الشيء الوحيد الذي ممكن نحطه في عيني الأتبار وهو أنه الأسواق التقليدية حصلت على هبوط كبير آخر أمس وطبعا اليوم السبت فاليوم الأسواق التقليدية مغلقة فبعد أن حصلت على هذا الانخفاض والارتداد الصغير هذا الأعلى حصلنا أمس على هبوط آخر فدعونا نحوط عيننا على هذا الشيء لما تبتح الأسواق التقليدية يوم الأحد في المساء طيب ما مدى كبر هبوط البيتكوين اللي حصلنا عليه طيب هذا هنا يوضح لنا كم مقدار هبوط البيتكوين هنا من ناحية النسبة المئوية في يوم واحد وكل النقطة هذه هنا تمثل يوم واحد فتقدروا تشوفوا جمعة هنا بأنه في أيام كثيرة هبط البيتكوين فيها بنسبة كبيرة هذا شيء منطقة جدا في عدة أيام في أيام كثيرة البيتكوين هبط فيها من 6 إلى 7% وهنا نبدأ بالوصول إلى سالب 10% ولكن تقدروا تشوفوا جمعة هنا بأنه لسه في أيام كثير في تاريخ البيتكوين اللي هبطنا فيه تحت 10% فاللي شفناه في الهبوط الأخير في البيتكوين فهذا الشيء طبيعي جدا يعني ما شفنا شيء غير اعتيادي وهذا أتكلمت عنه بتفاصيل أكثر أمس وراتكم عن التشارتات كمان بأنه الهبوط اللي شفناه أمس هذا في رأيه تصحيح صحي وما أعتقد بأنه هذه هنا بداية البير ماركت أو أي شيء وإذا رحنا هنا إلى الجهة الشمال فتقدروا تشوفوا بأنه في أيام كثيرة أسفل الـ 15% وأسفل حتى 20% في يوم واحد وبعد كده هنا في عندنا هذا هنا سالب 45% في يوم واحد وهذا تقريبا هنا ممكن يكون في انهيار الكوفيد طيب فبالفعل حصلنا على هذا الشيء وعرفنا جماعة بأنه هذه الأشياء اعتيادية نحصل عليها طيب أعزو ركما جماعة هنا بعض الأدلة اللي توضح النظرية التي تكلمت عنها أمس وهو أنه السبب لهبوط أو لحصلنا على هذا الهبوط وهو تقريبا بسبب إعادة تشكيل بروتفوليوز المؤسسات أو المستثمري المؤسسات طيب ما هي منصة التداول الرئيسية اللي المستثمرين في أمريكا أو مستثمري المؤسسات في أمريكا يستخدموها؟ وهي الكوين بيس منصة الكوين بيس واحنا شفنا أنه مؤخرا لما كان البيتكوين التفع هذا كان بسبب شراء المؤسسات والبريميوم على الكوين بيس كان في حالة صعود فهذا معناته بأنه سعر البيتكوين على الكوين بيس أعلى من المنصات الأخرى ولكن اللي تشوفوا الآن في خلال هذا الهبوط وهو أنه شفنا هنا أو حصلنا على التخفيض على الكوين بيس بمعنى أنه معظم البيع تقريبا أو البيع اللي دفع هذا الهبوط حصل في الواقع على الكوين بيس مرة أخرى من مستثمري المؤسسات فهذا هنا يا جماعة هي قوي نظريتي اللي قتلكم إياها أمس فأعتقد بأنه هذا هنا متعلق بشكل كبير بإعادة التشكيل الربع السنوية لأنه المؤسسات دخلت أرباح كبيرة جدا في البيتكوين في خلال هذا الربع فعشان كذا هم يبيعوا شوية بيتكوين علشان ياخذوا الأرباح خلونا نقول مثلا أو نفترض بأنهم حطوا 10% من كل البروتفوليو تبعهم في البيتكوين طيب في بداية هذه السنة وعندهم أكيد أسهم وعندهم زندات وعندهم بقية الوصول تبعهم ولكن حطوا 10% من أموالهم إلى البيتكوين والآن البيتكوين ارتفع بشكل كبير جدا والآن يشوفوا على البروتفوليو تبعهم يقولوا أوه انتظروا البيتكوين الآن يعتبر 50% من البروتفوليو تبعنا فالأفضل أنه نعيد تقييم المخاطر ونقلل المخاطر ونعمل إعادة تشكيل البروتفوليو فيعني ربما يبيعوا شوية من الكمية اللي عندهم ويخلوه أو يرجعوه إلى 10% مرة أخرى أو 15% أو مهما كان فأعتقد بأنه هذا متعلق بشكل كبير بسبب هبوطنا الآن فراح نشوفوا جماعة ربما ممكن يكون في عدن أدلة أكثر في المستقبل ولكن في وقت حصول هذا الشيء أعتقد بأنه هذا متعلق بشكل كبير بهذه النظرية طيب اللي لازم تنتبهوا عليه جماعة هنا هو أنه على الـ On Chain بمعنى البيتكوين اللي تم تجميعه عند مستوى معين يميل بأنه يمثل مستوى دعم طيب اللي تقدروا تشوفوه هو أنه في عندنا هنا كمية كبيرة من البيتكوين تم تجميعها هنا بين مستوى 64 إلى 66 ألف دولار فهذا الآن هنا طبعا على هذا مستوى دعم على الـ On Chain للبيتكوين لأنه إذا ناس كثير جمعوا عند هذه النقطة فالفرصة كبيرة جدا بأنه ناس أكثر راح يستمروا بالتجميع عند هذه المستويات وهذا كمان ممكن يكون معناته بأنه الناس راح يشتروا الهبوطات مرة أخرى لما يرجع إلى هذا المستوى فعلى الـ On Chain في عندنا هنا شوية دعم بين مستوى 64 إلى 67 ألف دولار تقريبا ونحن نستطيع أن نرى بأنه لما البيتكوين هبط إلى هذه المستويات حصلنا هنا على ارتفاع سريع جدا للأعلى من عند هذا المستوى فدعونا جمعا نحط عندنا على هذا الشيء والآن نايب بوكيلي يستمر بشراء البيتكوين يقول هنا نشتري واحد بيتكوين كل يوم من أجل السلبادور فهذا هنا شكله جيد ومايكروستراتيجي مايكل سيلر ينشئ أو يصدر سندات جديدة أو Convertible Notes علشان يشتري بيتكوين بقيمة 600 مليون دولار مرة أخرى فهذا هنا شيء جنوني جدا هذا الشخص مجنون جدا بالبيتكوين وأنا دائما نحب أن أرى هذا الشيء فتوقعوا يا جماعة بأنه سيتم شراء بيتكوين بقيمة 600 مليون دولار من السوق والناس يبيعوا البيتكوين تبعهم عند هذه المستويات شيء سخيف جدا في رأيه استراتيجية تداول لأنه نحن الآن فوق مستوى 68500 دولار فالآن استراتيجية تداول بدأت أنها تدخل أو تعمل شغل سحري وانتو عارفين يا جماعة بأنه في الفيديو التابعي أمس كنا عند تقريبا سالب 5000 دولار خسارة ولكن نحن الآن فقط 1500 دولار فالبوتات تستمر بأنها تؤدي سحرها وتستمر بأنها تشوف شغلها نعم حصلنا على هبوط كبير وهذا معناته بأنه كان في عندنا خسارة غير مدركة ولكن يا جماعة خلونا نشوف طبعا كالعادة راح أستمر بأن يعطيكم تهديثات بكل شيء يحصل إذا دخلت أرباح من هذه الإستراتيجيات فرح تشوفوا هذا الشيء وإذا خسرت فرح تشوفوا هذا الشيء كمان ولكن الشيء الرئيسي وهو أنه نتتبع كل خطوة رئيسية وكل خطوة مهمة نراقب كل شيء منذ 4000 دولار والآن عندنا أرباح 600 يعني قريبة من 700 ألف دولار وهدفنا أن نوصل إلى الواحد مليون دولار على هذه القناة زي ما أنتم عارفين فرح أستمر بأن أعطيكم تحديث عن كل خطوة أعملها هنا على القناة وأتمنى بأنكم أنتم مقدرين هذا الشيء وأكيد إذا عايزين تستخدموا إستراتيجية تداول هذه هنا من نفسكم فتقدروا تعملوا هذا الشيء عن طريق الرابط الموجودة تحت في صندوق الوصف في عندكم هذا الفيديو في أعلى صندوق الوصف يشرح لكم كل شيء متعلق بهذه الإستراتيجية فتقدروا أول شيء تنزلوا هنا للأسفل تحصلوا على بونس 60 ألف دولار عن طريق الأوكي إكس عن طريق هذا الرابط سجلوها عن طريق الضغط على جوين ناو إنضم الآن وبعد كده لما تكونوا خلاص سجلتم انزلوا هنا للأسفل واضغطوا على هذا الرابط علشان يعد لكم هذا البوت وهذه الإستراتيجية الجديدة وهذا راح يتداول عنكم إذا ما تقدروا تستخدموا الأوكي إكس بسبب القيود اللي في دولتكم فتقدروا تنزلوا للأسفل إلى البيتغيت تحصلوا على بونس هنا يصل إلى 40 ألف دولار عن طريق هذا الرابط وبعد كده لما تكونوا خلاص حصلتم على هذه البونسات تقدروا هنا تنزلوا للأسفل وتضغطوا هنا على الرابط الثالث في عندكم هنا بوت 72 ألف دولار وبعدها راح تكونوا قادرين بأنكم تستخدموا هذا البوت على البيتغيت جماعة هذا كل شيء عندكم اليوم بتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم